الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فالتوحيد هو لب هذا الدين وهو أسه وأساسه التوحيد هو الذي بعث الله سبحانه وتعالى به المرسلين يقول سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ويقول عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ويقول ذو الجلال والإكرام واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ويقول عز وجل وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام التوحيد هو أساس هذا الدين الشرك هو نقيضه محبط لجميع الأعمال لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين التوحيد اعتنى به نبي الهدى صلى الله عليه وسلم عناية عظيمة لأنه أساس هذا الدين لما نزل قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا فهذه براءة من كل شرك وعبادة ودعاء لغير الله عز وجل وأنت يا عبد الله تقرأ في كل ركعة من صلاتك وتسمع إياك نعبد وإياك نستعين فالاستعانة والتوكل إنما يكون على ربك ذي الجلال والإكرام وتأملك لكتاب الله عز وجل وتدبرك لآيات الله عز وجل تزيد في معرفتك بتوحيد الله عز وجل تأمل هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة تأمل سورة الإخلاص قل لهو الله أحد تأمل قل يا أيها الكافرون تأمل كتاب الله عز وجل تجد الخلاص واللجوء إلى التوحيد والبراءة من الشرك ارجع إلى كثير مما سطره أهل العلم في ثنايا كتب التفسير وإلى الكتب التي اعتنت ببيان عظم التوحيد وشأنه وخطر الشرك بالله سبحانه وتعالى انظر كتاب تطهير الاعتقاد للصنعاني وتطهير الجنان لأحمد بن حجر بغطامي وانظر إلى كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وغير ذلك كثير وتأمل كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب يزح عنك إشكالات كثيرة من خصالات الجاهلية أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الموحدين وأن يجنبنا الشرك بالله صغيره وكبيره والحمد لله رب العالمين